بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الجوالي دكتور نزار باسوهيب في العاصمة عدن مع وفد من ممثلي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ترأسه نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في اليمن سعيد حرسي أليات تنفيذ مشروع مواجهة سوء التغذية والأمن الغذائي المقدم من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ بتكلفة 20 مليون دولار وفي سياقنا منفصل بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باسوهيب مع المدير الجديد لمنظمة مسلم هاندرز في اليمن سيد محمد كاظم مستوى جهود المنظمة في تنفيذ مشاريعها وبمقدمتها مشروع الأفران الخيرية المجانية الذي تنفذه حاليا بمحافظات عدن ومأرب وحضر موت ويستهدف خمسين ألف نسمة من فئات الأيتام والأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة كما ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باسوهيب خلال لقائه في عدن اليوم مع مدير منظمة جون سينو في اليمن أريك أوجارة مستوى تدخلات المنظمة في مجالات التعافي والرعاية الصحية بمحافظات عدن وتعز ولحج وحضر موت وأيضا بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مع المدير الجديد لمنظمة التكافل الدولي في اليمن دانييل رجازي الخطط المستقبلية للمنظمة المقرر تنفيذها في العام المقبل ترجمة نانسي قنقر